نظمت جامعة المنصورة المؤتمر النوعي الأول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت شعار الطريق إلى الجمهورية الجديدة ويهدف المؤتمر إلى إبراز جهود الدولة وكافة الجهات التنفيذية في النهود بجودة حياة المواطن المصرية وجودة الخدمات المقدمة له من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة كما يهدف المؤتمر إلى إبراز جهود الجامعة المصرية في المشاركة بفعاليات المبادرة ورصد التحديات التي واجهت الجامعة المصرية في تنفيذها إلى جانب تعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية بالجامعات ومشاركتهم في وضع استراتيجيات وخطط لتطوير الريف المصري في قوافل طبية تم إطلاقها سواء داخل المحافظة الدهلية أو في المحافظات الحدودية زي شمال سينة والودي الجديد وحلايب وشلتين وصلت لعشرين قوافلة على مستوى الجمهورية وهذه القوافل كانت قوافل الحمد لله شاملة رعاية طبية وصحية على أعلى مستوى وبيطرية وزراعية وثقافية وكانت تنموية أيضا وكانت أيضا بتهتف لرعاية الأطفال وكان معهم فريق من الطفولة المبكرة بيقوموا بدور كبير جدا بالنسبة للأطفال في المناطق الحدودي جامعة المنصورة بصراحة من الجامعات الرائدة في المبادرات ورائدة في مجال تطوير الريف وأخذنا على عاطقنا الاهتمام بقرأ محافظة الدأهلية واكتشاف المواهوبين ورعايتهم